بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وقضية جديدة معنا في فقه المرأة نتحدث في هذه الحلقة عن أهمية العلم للمرأة في الإسلام ما منظور تلك الشريعة السمحة التي دائما وأبدا تسعى إلى الثقافة والعلم والوعي منذ ظهور ذلك الدين القيم الحنيف وبالتالي بنجي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه أول آية إقرأ إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وبالتالي ليس لنبينا وحبيبنا محمد بل لأمة نبينا وحبيبنا محمد تلك الهدية وهي العلم وأيضا المعرفة والثقافة أين نحن من بعض المجتمعات وبعض الموروسات وبعض العادات بتجعلنا الحقيقة نهمل إلى حد كثير في تعليم بنتنا أو حتى نكتفي بمرحلة إبداعية أو إعدادية أو سنوية ونتوقف عند هذا الحد ولكن لا نعلم أن وراء هذا العلم وراء استكمال الدراسة لدينا وعي أكثر أمنا واستقرارا للأسر المستقبل والمجتمع الإسلامي نحن نعود لحضراتكم لبداية هذه الحلقة ونحن نتعلم كل يوم ونحن نتعلم هذا الدرس أن لابد أن يكون هناك ثقافة للمرأة أن تكون هناك معرفة للفتاة وبالتالي أن يكون هناك علم خاص يمكن نقول بالطفولة كمان أو في هذه المرحلة الهمة جدا بنستعيد بها أو بنجعلها مستعدة للمستقبل والقادم لأن القادم أكثر خطورة وأكثر تحدي فأينا نحن من العلم كنساء وكفتيات وإذن نقدر بن ربي بناتنا على أهمية العلم والثقافة والتزود وأمور دنا وبالتالي بنلاقي هذا المجتمع أيام النبي صلى الله عليه وسلم بنجد حتى النساء كانوا متفردات وبنلاقي صور الحياة ونماذج مو شرفة لهؤلاء سواء السيدة خديجة سيدة عائشة أم الضرداء الحقيقة يعني الشفاء بنتعال عبد الله لكن بنلاقي الكثير من هذه الصور ونأتي لسيدة نفيسة نفيسة العلم وبالتالي كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بثقافة المرأة نرى في هذا الأمر نتحدث عن هذا الأمر ولكن لدينا الكثير لحضراتكم في هذا الحلقة يسعدنا نكون معنا فضل الشيخ إبراهيم أصوفي من علماء الأزهر الشريف نرحب أحد لكم معي الحقيقة برضو لما بنتكلم عن الشباب من علماء وبالتالي حضرتك لما تيجي تتزوج لابد برضو هتتزوج بين فتاة متعلمة مثقفة أنك علمت بالفعل لما أنت بتعد هذه الفتاة اللي هتبقى زوجتك إن شاء الله فتط الخطوبة وأثناء الاختيار أكيد أنت بتعد أم لمستقبل طبعا قادم وبالتالي أولاد لديهم هذا الوعي عشان يحميهم من ما هو قادم رأي حضرك في أهمية العلم في حياتنا خاصة من نسبة النساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد بكل ما حاط به علمك في الدنيا والآخرة وأنلنا من خير ما حاط به علمك في الدنيا والآخرة وعيذنا من شر ما حاط به علمك في الدنيا والآخرة اللهم أمين أما بعد في الحقيقة مسألة العلم في الإسلام ومنزلة العلم في الإسلام منزلة كبيرة جدا يعني الكلام النظري فيها كلام لا يستغرقه الوقت يكفينا فقط في أن أول منازل كما تفضلت حضرت قول الحق جل جلاله يقرأ بعض المستشرقين كانوا يتحدث عن منزلة العلم في الإسلام المستشرقين اللي هم الغربيين الذين يبحثون في دراسات الإسلام والدراسات المتعلقة بدن الإسلام والشرق بشكل عام قال إن من أبهى الأشياء التي يباهي بها المسلمون غيرهم أن أول آية تنزل من القرآن الكريم هي الأمر بالقراءة كأول وسيلة من وسائل العلم لو نظرنا في صورة العلق نجد أن الحق جل جلاله في أول الآيات يأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم اقرأ فبالتالي نستطيع أن نخذ منها كده مبدأ أن العلم فريضة إسلامية بشكل عام ثم الحق جل جلاله يلفت انتباهنا في هذه الآية الكريمة إلى وسائل العلم العلم التجريبي والعلم المتعلق بخلق الإنسان كم من الممكن يقول اقرأ باسم ربك الذي مثلا أي شيء دون صفة الخلق لكن الحق جل جلاله لما يلفت انتباهنا إلى هذا اقرأ باسم ربك الذي خلق فكأنه يقول لك ابحث عن سر الخلق ابحث في هذا العلم التجريبي لما نرى في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب الاستزادة في شيء إلا في العلم وقل رب زدني علما الحق جل جلاله يقول وما أتيت من العلم إلا قليلا يلفت انتباهنا الحق جل جلاله إلى صفة من صفات قال ولا يحطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى علشان يقول للإنسان المسلم الإنسان اللي هو له رسالة في الحياة عمرة الكون والتعمير في الكون وعبدت الحق جل جلاله أن العلم ده شيء من الأشياء الكبير بل الحق جل جلاله يلفت انتباهنا إلى أن العلم أصلا صفة من صفات الحق جل جلاله كان ممكن الحق جل جل وقت انتباهنا إلى أي صفة أخرى من صفاته لا مثلا ولا يحطون بشيء من قدرته لكن ولا يحطون بشيء من علمه ليقول لنا الحق جل جل أن العلم منطقة كبيرة جدا في حياة المسلمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى في سيرته كيف كان يتعامل مع العلم هو صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلى معلم من البشر يعلمه ولذلك لحكم حتى ليقول الناس أنه تعلم هذا الدين على يد فلان مساء من العلم لكنه سبحانه وتعالى الحق جل جل يقول علمه شديد القوى يعني يلفت انتباهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم العلم لكنه على يد شديد القوى لما ننظر في سيرته صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو طلب العلم فريضة العلماء توقفوا عند مسألة طلب العلم فريضة المام الغزالي في كتاب يحيى علوم الدين يقول اختلف العلماء أو اختلف الناس فيما هو العلم الذي طلبوه فريضة هذا من السؤال هل العلم فريضة؟ نعم العلم فريضة ولذلك العلماء لدينا في الإسلام يفرقون بيننا وعيننا من الفرض الفرض العيني اللي هو مطلوب من كل شخص بعينه والفرض الكفائي المطلوب من مجموع الأمة بكلها وبالمناسبة الفرض الكفائي هذا أخطر من الفرض العين لأن الفرض الكفائي إذا تركه الناس جميعا حصيبه جميعا يعني مثلا لو أن أمة الإسلام قالت خلاص إحنا ما عدناش هنعمل مدارس ومش هنعمل جامعات وخلاص فالأمة كلها تحاسب على هذا فالعلم السيد نعم صلى الله عليه وسلم حين يقول طلب العلم فريضة توقف العلماء عند مسألة ما هو العلم الفريضة المام الغزالي في يحيى علوم الدين يقول اختلف الناس في العلم الذي طلبوه فريضة ما هو فقالوا الإنسان مطلوب منه يعني في العلم الفريضة ذلك علم المعاملة لأنه العلماء يقصد من العلم أنه نوعان علم معاملة وعلم مكاشف علم المعاملة يعني كيف يعامل الإنسان وربه ده أول جزء منه من باب الدين المعاملة يا أساس رغم ممكن أكون أنا مش متعلمة لكن تعلمت من أمي أو تعلمت من التربية والتنشئة أن هذا حرام هذا حلال هذا صحيح هذا خطأ علم المعاملة حضرتك أجزائك كما تفضل ساتك معاملة الحق جل جلاله كيف أعامل نفسي أنه في قواعد لمعاملة النفس كيف أعامل الناس والناس ينقسم لقسمين مخالف وموافق وكيف أعامل الكون اللي أنا بعيش فيه فهذا العلم الفريضة الذي ينبغي على الإنسان أن يتعلمه ومن جملة الإنسان المرأة يعني المرأة ينبغي عليها أن تعرف كيف تعامل الحق جلاله في نفسها كيف تعامل نفسها كيف تعامل الناس الناس بالنسبة لها الأب والأخ والزوج والبنت والأولاد وكيف تتعامل مع الكون وبالتالي هنا أنا شايفة يعني أن هذا الأمر عشان كده بدأت باستؤال ما حضرتك في الأول أن شبابنا يعني لما بيجوا ينطقوا الزوج في بعض المجتمعات يقولك لأ أنا مش عزا متعلمة هتقولي بقى لي يا إيه وعلي يا إيه ويبقى تجيبها الزفت كده فبالتالي هذا يعني أصبح نوع من أنواع الخوف من بعض الشباب أو بعض العائلات الكبيرة وكلا أخذت واحدة كده بسيطة نعترف تعيش بإحنا عايزين واحدة تعيش وبالتالي هنا بنفقد المرأة ويفضل أدور على واحدة مش متعلمة ولا واحدة تعلم خلي بالنا اللي مش متعلم يقرأ تقرأ وتكتب لكن تعلم أمور دينها وتعلم الصحة والغلط والحرام والحلال فعشان كده هنا اهتمامنا باختيار الزوجة المتعلمة التي تعي ما تعيشه بصي حضرتك في الإسلام تجربة الإسلام تجربة فريدة لما نبحث في الحقوق بين الرجل والزوجة الناس ممكن المشهور لها أن الحقوق المتعلقة بين الرجل والمرأة أن الزوج يعني ينفق على زوجتي لما تكون مريضة تروح للدكتور دي الحقوق المشهورة بين الناس لكن لما نقرأ في الفقه الإسلامي نجد أن من أشد حقوق المرأة على الزوج حق لا يتخيله كثير من الناس ولا يعرفه الكثيرون وهو يقولون أن يعلمها يعني من الحقوق ده الواجب على الزوج يعني تجاه زوجته أنه يعلمها يعلمها مش مسألة بس أنه هو حيوديها جمع مثلا أو حيصعدها في تعليم في استكمال دراسة لأداء يعلمها الأمور كل الأمور المتعلقة بالحياة فمثلا لما تحصل مشكلة مثلا بين الزوج والزوجة فهو زوج حاجز مع زوجات يعلمها كيف تتصرف في هذه المشكلة فالإنسان اللي بيرفض بداية أنه هو يبحث عن زوجة متعلمة هو بنفسه بيفرط في حق من الحقوق اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجده عليها ده هيعود عليه هو في الأول في المقام الأول في طريقة التعامل والمعاملة وبالتالي أولاد اللي هيتطلعوا بقى يدخلوا مدارس يصيبوا أعلى منها حتى كمان وكفاءة في استيعاب يعني ما هو حادث وبالتالي يعني حالها هيبقى هنا فيه اضطراب عشان كده احنا بندي نصيحة لشبابنا لابد ان انت تبحث عن المتعلم وقبل ذلك حضرتك بالنصيحة للأهل أصلا أن هم لا يمنعوا بناتهم من التعليم بل ينبغي عليهم أن هم يودهم يتعلموا أن هم يساعدهم في مسألة التعليم ولا يقتصر التعليم عند مرحلة معينة زي محدد قلت مسألة فدائية أو عددية أو استنوية بل ينبغي أن هم يوسروا لهم أسباب التعليم إلى أعلى درجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص على مسألة التعليم بالنسبة للمرأة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضها كانت تراجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة العلم هذه المسائل ذكرها الإمام البخاري في صحيح منها مثلا أن السيد عائشة تقول يا رسول الله كيف تقول أن من نوقش الحساب عذب وتراجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب بنفس اللفظ كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة كل زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت إليه خطيبة النساء وقالت يا رسول الله يعني لقد سبقنا الرجال بالجهاد وبكذا وبكذا في يا رسول الله أين مكان المرأة في ذلك فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها فمسألة عدم تعليم المرأة من الأساس هذا ظلم لأنه حق من الحقوق الحق جل جلاله حين تعامل مع المرأة تعامل معها بأنها كما قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال من العلم والتعلم خاصة بالنسبة للمرأة والفتاة فالمرأة والفتاة هي الأم والأخت والزوجة والابنة وهي بالفعل عماد المجتمع هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر وبالتالي ندخل مرة أخرى لهذا الأمر ونعود الترحيب للشيخ إبراهيم الصوفي من أعلامها الأزهر طبعا ترحيب بحضرتك الحقيقة لأننا عندنا هنا بعض نقول المعلومات أو المفاهيم المغلوطة فيقول في بعض الأحيان طب البنت عايزة خلصت لها شيخ يعلمه لهو هذا العلم الوحيد اللي أقدر تدهله فهل هناك علوم مخصصة لرجال وعلوم مخصصة للنساء أو حتى كمان هذه المفاهيم المغلوطة أي أنواع العلوم اللي ممكن هشوفنا الشفاء في التمريد وفي الحساب حضرتك التعليم للمرأة في تاريخ التجربة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق الإسلام في التعليم بين المرأة وبين الرجل يعني لم يقول صلى الله عليه وسلم مثلا لسيدة عيشة في مرة من المرات يا عيشة أنت لا يصح منك أن ترغي الحديث فلنترك رواة الحديث إلى أبي غيرا والرجال فعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الشرعي أو ما سمي بعد ذلك العلم الشرعي يأخذ من النساء بدليل أن السيدة عيشة رضي الله تعالى عنه وردها كانت تراجع كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في الأحاديث وفي حاجة اسمها مستدركات السيدة عائشة يعني السيدة عائشة استدركت على بعض الصحابة يقول الحديث فتقول له لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا الحديث ده لا ده مفهوم الصحيح كذا وكذا ننطلق إلى مسألة لا أشكرك على النموذج ده على فكرة لأنه ده نموذج يعني لا يناقش لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي شروط أو حتى تفضيل أو حتى كمان لا جعل السيدة عائشة هذا الأمر نعم تجعل السيدة عائشة مسألة الرواية وحضرتك لما ندرس كده في العلم الإسلامي نجد أن السيدة عائشة استدركت على الصحابة يعني كبار الصحابة كان السيدة عائشة تقول لا ده حصل كذا وكذا والصحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا فسيدنا النبي لم يفرق في مسألة أنه ده علم يصح للرجال وهذا علم لا يصح للنساء بل كل العلوم مطالب بها الرجال والنساء على حسب الطاقة وعلى حسب القدرة لكن هذه علوم لا ينبغي للمرأة هذا شيء لم يعرف في الإسلام أبدا إلا في العصور المتخرة الناس ممكن تتعجب حضرتك حين تعلم أن بعض أسانيد الإمام البخاري يعني بعض أسانيد رواية كتاب الجامعة الصحية يمرون في خلال الأسناد يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلانة فلو إحنا شننا فلانة دية من سند الكتاب الكتاب يبقى ما فيوش له سند كتاب الحق جل جلال القرآن اللي هو الذخيرة الكبرى للمسلمين هناك بعض الأسانيد لا تمر فيها إلا بسيدة فمثلا أنا حفظت القرآن عن فلان عن فلان وشيخي فلم ده حفظ القرآن الكريم وقرأه على فلانة فلو كان المسلمين هي آية يعني آية بس احنا مش مركزين فيها نعم فلو كان حضرتك المسلمين نفسهم عندهم إشكالية في الماضي إن أنا أروح أحفظ أنا كابرهيم القرآن على الشيخة فلانة فإزاي أنه يتلقى عن القرآن ده هو كان يسمى على القرآن الكريم ويتضبط له القراءة تقول له مثلا في هذا الموضع أنت أخطأت فتسمع منها ويسمع منها مؤخرا منذ سنوات بعض البحثين قاله في كتاب اسمه دور المرأة في نقل المعرفة الدينية في الإسلام في يعني يبحث في كل الكتب عن أي دور قامت به المرأة في نقل المعرفة بعض الناس بتسأل طب جزاء الراجل الجنبينة ده بيعلم ولاده بس ما بيعلمش بناته هل ده فيه جزاء وعقاب من الله سبحانه وتعالى في عدم المساواة في الخروج للتعليم نعم حضرتك في حقوق للأبناء الإنسان إذا قصر فيها الحق جل جلاله سوف يسأله على ذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته فالأب راعي في أبنائه إن الإنسان لا يعطي أبنائه حقوقه والحق جل جلاله سوف يحسبه على ذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان سن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقوا بين الأبناء حتى في القبلة لأن الإنسان لو قبل ابن قبلة يقبل الآخر فلما نأخذ هذا المبدأ يعني أنت إذا لم تساو بينهم في الشيء البسيط فستحسب إذا كنا الحساب على الشيء البسيط فستحسب أشد حسابا على الأشياء الكبرى ومن ضمنها بتعليم ينبغي أن هو يساو بينهم في مسألة التعليم وفي مسألة تحت الفرصة ده كان من الممكن في أسر كثيرة حضرتك ينفقون على الأبناء الذكور وينفقون على الإنس بحرج والحق جل جلاله يعطينا درس كبير وأسر كثيرة عندنا وشفناها في بلادنا وفي مجتمعات كثيرة أن الأبناء الذكور يعني يفشلوا في العمليات التعليمية والبنات هن التي يتفوقن ويكون بعد ذلك هن مصار يعني رفعة أبائهم في المجتمعات التي يعيشون فيها هل أنا ممكن يعني أخذ هذه الخطوة أن أنا أخرج للعلم لو ألاقي فيه تعنط شوية من اللي حوالي أخرج للتفقف أمور ديني وبأنا أداة لتصحيح بعض المفاهيم الخطئة اللي وقعت علي وبالتالي أكون أنا داعية وناشرة للخير يعني بهذا الأمر طالما هم لو هم يعني أوحد دولي هذا الأمر طبعا ممكن حضرتك بل هي مطالب منها أن هي تبحث عن دهل أن هي في جوز كما قلنا في بداية الحلقة اللي هو العلم الفريضة الذي لن يقوم به أحد عنه فإذا تعلمت هذا العلم الذي هو فريضة وبعد ذلك تزوجت واستطاعت أن تنشئ أبناءها هذه النشأة الصحيحة المجتمع كما نقول فرد مكرر بداية إصلاح المجتمع وبداية إصلاح الدولة وبداية إصلاح العلم تبدأ من الأسرة فلو نحن تخيلنا أن كل وحدة اللي هي الأسرة الصغيرة دي كانت فيها المرأة على معرفة شهدة بالحقوق والواجبات وأنشأة أسرة سليمة مع تعدد هذه الوحدات الصالحة سوف يسطح منها المجتمع هي فندم كمان هي ممكن تقع في مجتمع ممكن يكون في تخلف في استعاب وفي أخذ العلوم الحديثة والتحديات الحديثة والشائعات التي قد تهدم وقد تدمر الأمم من خلال عدم الوعي فإحنا عايزين نبحر أكتر ونوسع أكتر الاستفادة من العلم وتعليم المرأة ده حضرتك الآن من الضرور جدا في المجتمعات وقبل بناء الأسرة أن يكون الزوج والزوجة عندهم معرفة بالواقع للناس بتعيشوا وإلا لقدر الله لو الزوج لا يعرف أو المرأة لا تعرف أنجبوا أبناء في ظل التحديات بعد الثورة التواصل الاجتماعي والمشارات التي فيها سينتجوا أبناء بعيدين جدا تمام البعد عن المعرفة الحقيقية التي تجعلهم فريسة إما لإنحلال أو تجعلهم فريسة إما للتطرف فضروري من الضروريات الوطنية والضروريات الشرعية أن تكون المرأة موهلة نفسيا وعلميا واجتماعيا لمثالة الزواج والزوجة أيضا مش بس أنا عمدي 20 سنة فأنا أهل أن أتزوج لأنه ينبغي أن يكون الزوج والزوجة مؤهلين نفسيا وعلميا واجتماعيا على تحمل مسألة الزواج وعلى تحمل مسألة الإنجاب علشان إحنا ما بنبنيش إحنا ما بنخلفش لابننا لعشرين سنة فات وده إحنا بنخلفه الأسرة مؤدام بما يحمله ذلك العمر من مسئولية ومن تطور التطور ده لقدر الله للأسرة لا تستطيع أن تتعايش معه حتكون أسرة هشة حيكون الأبناء معرضون للتطرف ومعرضون لإنحداد نصر الله عز وجل العفو والعافية الله مأمين أنا توقف بقى وإحنا يعني مختلف حالتنا بنتكلم عن الفقه المعاصر في مواجهة يعني جهلنا بأهمية التعليم بنسبة لفرائل مثلا وجدت لوحدة لحضرتك أو بعته لإدارة الفتوى عن أن أب مش عايز يعلم بناته ويعلم أولاده فقط هنا موقف الأم بيبقى عملت زي الأم تحاول بكل ما تستطيع من جهدها أن هي تقنع الزوج أنه يعمل على تعليم بناته إذا لم تستطع بشكل بسيط أن تجعله يتحلى عن هذا المفهوم الخاطئ تبدأ هي في تعليم أبنائها بما تيسر لها من الأسباب لكن لا تمنعهن أبدا من التعليم حضرتك ولينا بنعرف المسألة بتاع المرأة التي جلست مع أبنتها في يوم الزفاف ووضعها تعطيها ذلك الدرس العربية هي الغرض من ذلك أنها تعرفها أنها في أسرة وهي مسؤولة فإذا كانت الأم أصلا نفسها لا تعرف فستنتج نتاجا مشوها حيكون عب على المجتمع وعب على الدولة وسيخرج نتاج مشوها نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك طبعا بشكركم لدينا الكثير لحضرتكم من خلال هذه الدقائق يعني بحيث دقائق في حياتنا لكن مهمة جدا جدا في مستقبل لمستقبل أولادنا شكرا لحضراتكم وشكرا موصول وضيفها هذه الحلقة فضلت الشيخ إبراهيم أصوفي من علماء الأزهر الشريف أشكرك جدا وأتمنى شبابنا يكونوا نموذج زي حضرتك كده ربنا بإذن الله شكرا لحضرتك وتكونوا فعلا شكل جديد ووجهة جديدة يعني لنا والشكل شكرا لحضرتك ربنا أزوكم خير أشكرا كيفا لنا نلقى في الأسبوع القادم دمتم في أمان الله وفق المرأة على شهر القناة الثانية التليفزيون المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته